طاووس بن كيسان وهشام بن عبد الملك طاووس بن كيسان هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني فهو أول طبقة أهل اليمن من التابعين وهو من أبناء الفرس الذين أرسلهم كسراء إلى اليمن أدرك طاووس جماعة من الصحابة وروا عنهم وكان أحد الأئمة الأعلام قد جمع العبادة والزهادة والعلم النافع والعمل الصالح وقد أدرك أكثر من خمسين من الصحابة وأكثر روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما وروا عنه خلق كثير من التابعين وأعلامهم منهم مجاهد وعطاء وعمر بن دينار وإبراهيم بن ميسرة وأبو الزبير ومحمد بن المنكدر والزهري وحبيب بن أبي ثابت وليث بن أبي سليم والضحاك بن مزاحم وعبد الملك بن ميسرة ووهب بن منبه والمغيرة بن حكيم الصنعاني وعبد الله بن طاووس وغير هؤلاء وقد توفي طاووس بمكة حاجا وصلى عليه هشام بن عبد الملك ودفن بها رحمه الله تعالى وروا ضمرة عن ابن شوذب قال شهدت جنازة طاووس بمكة سنة خمس ومئة فجعلوا يقولون رحم الله أبا عبد الرحمن حج أربعين حجة وقال عبد الرزاق حدثنا أبي قال توفي طاووس بالمزدلفة أو بمنا حاجا فلما حمل أخذ عبد الله بن الحسن بن علي بقائمة سريره فما زايله حتى بلغ القبر ويحكى أنه قد قدم هشام بن عبد الملك حاجا إلى بيت الله الحرام فلما دخل الحرام قال ائتوني برجل من الصحابة فقيل يا أمير المؤمنين قد تفانوا قال فمن التابعين فأتي بطاووس ليماني فلما دخل عليه خلعا عليه بحاشية بصاته ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين ولم يكنه وجلس إلى جانبه بغير إذنه وقال كيف أنت يا هشام فغضب من ذلك غضبا شديدا حتى هم به قيل له يا أمير المؤمنين أنت في حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك منك فقال يا طاووس ما حملك على ما صنعت قال وما صنعت قال خلعت عليك بحاشية بصاتي ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين ولم تكنني وجلست بإزائي بغير إذني وقلت يا هشام كيف أنت فقال له طاووس أما خلع نعلي بحاشية بصاتك فإني أخلعها بين يدي رب العزة في كل يوم خمس مرات فلا يعاتبني ولا يغضب علي وأما قولك لم تسلم علي بإمرة المؤمنين فليس كل المؤمنين راضين بإمرتك فخفت أن أكون كاذبا وأما قولك لم تكنني فإن الله عز وجل سمى أنبياءه فقال يا داود يا يحيا يا عيسى وكنا أعداءه فقال تبت يد أبي لهب وتب وأما قولك جلست بإزائي فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام فقال له عظني يا طاووس فقال له إني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول إن في جهنم حيات وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته ثم قام فخرا اشتركوا في القناة إonak اشتركوا في القناة شكرا